القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا نصاب بهندام شرطي في العام 56 في خضم أجواء الفرحة التي كانت تعم المغرب الذي استعاد استقلاله تم الإفراج عن مئات من الوطنيين الذين وضعوا في معتقلات الاستعمار تهمة الكثير منهم الإرهاب وكانت تعني القيام بعمليات فدائية تستهدف الاستعمار ورموزه وكان ضمن المعتقلين عدد غير قليل من اليافعين الذين كانت تقل أعمارهم عن 18 سنة كان في جملة من أفرج عنهم الشاب الحسين النصراوي وكان قد اعتقل ولما يبلغ الرابعة عشر بتهمة الإرهاب لم يكن هذا الشاب الذي أكمل لتوه رابعه الثامن عشر مستوى دراسيا أو تكوينا يتيح تعيينه في منصب من المناصب وكما شبان كثيرين ممن قاوموا الاستعمار تم تعيين الحسين النصراوي حارس أمن في صفوف الأمن الوطني واختاره المدير العام للعمل بالمصلحة العامة التابعة لديوانه كان ذلك التعيين تعبيرا عن تقدير ما قدمه من خدمات للمقاومة طوال مشواره المهني في الإدارة العامة للأمن الوطني كان الحسين النصراوي يسهر على نظافة المكاتب والممرات وكان يمضي أغلب نهاره في الجناح الخاص بالمدير العام للأمن الوطني لقد أتاح له ذلك القرب أن يتعامل مع كبار المسؤولين الذين كانوا يأتون لمقابلة المدير العام وصار وجها مألوفا لديهم كلهم يعرفون الحسين النصراوي الذي يقدم لهم الشاي أثناء الاجتماعات التي تعقد بالجناح الخاص بالمدير العام للأمن الوطني في العام تسعين تسعمائة وألف أحيل الحسين النصراوي على المعاش وهو برتبة ضابط عدا مساره المهني الذي قضاه مقدما نموذجا حيا عن الانضباط كان الضابط الحسين رب أسرى كان أبا لأربع بنات وولد واحد وكان يراهن على أن يستطيع الولد واسمه إدريس أن يحقق ما عجزه عن تحقيقه في الحقيقة كان يولي كامل اهتمامه للولد لم يكن يغفل البنات ولكنه كان لا يراهن كثيرا على نجاحهن وحدث ما لم يضعه الضابط الحسين في حسبانه لقد تفوقت البنات في الدراسة وتخرجت منهن الأستاذة والمحاسبة والمهندسة وحتى التاجرة بينما لم يفلح ولده الوحيد إدريس في الحصول على شهادة الدروس الابتدائية كان الضابط الحسين النصراوي حريصا مع ذلك على إنقاذ ولده الوحيد وتأمين مورد عيش كريم له لم يمضي تفكيره بعيدا فقد خدم في الإدارة العامة للأمن الوطني سنوات طوالا ولذلك ذهب تفكيره إلى الشرطة سعى إلى إلحاق ولده إدريس بأسلاكها ولتحقيق ذلك طرق أبواب مسؤولين سامين بالأمن الوطني كان قد تعرف إليهم أثناء خدمته في ديوان المدير العام وكللت تلك المساعي بالتوفيق وتم إدماج إدريس بن الحسين النصراوي كحارس للأمن وألحق بمدرسة التكوين المهني في بوكنادل كان إدريس فتى مدللا بعد خضوعه للتدريب تم تعينه في مصلحة الأمن الإقليمي بالقنيترا كان يتنقل إلى المدينة كل يوم ولما ينهي فترة العمل الموكولة إليه يعود إلى الرباط ذلك أنه ظل يسكن في بيت الأسرة بالمدينة العتيقة للرباط الدلال الذي كان يلاقه إدريس من والدته ومن والده أيضا جعله يتقبل بصعوبة بادية التقيد بجدول زمني للعمل ولذلك رأيناه يكثر من التخلف عن مواعيد عمله وفي حالات عديدة كان يفضل النوم على الاستيقاظ باكرا والالتحاق بمقر عمله ومع أنه لم يكن ينفق من ليما واحدا على والديها فقد لوحظ انغماسه في التعاطي للخمر والمخدرات كان ما ينفقه جريا وراء نشوة مفقودة أبدا يزداد يوما بعد آخر لما لاحظ رؤساؤه كثرة غيابه وتراخيه وعدم انضباطه طالبوا بنقله واستبداله بشرطي آخر وقد تدخل والده مرة أخرى لتفادي تعيينه في مصالح لن يقوى على مسايرة وتيرة العمل بها وهكذا تم نقل حارس الأمن إدريس بن الحسين النصراوي وتعينه في الرباط في مصلحة التجهيز وهو ما يضمن له أن لا يعمل إلا خلال النهار تم تكليفه بتنظيف سيارات المصلحة ومساعدة الميكانيكيين في إصلاح العربات التي لحقتها أعطاب كان عليه مع مرور الوقت أن يتعلم حرفة الميكانيك وكان يتعين عليه أن يحصل على رخصة سياقة خاصة تمكنه من قيادة سيارات الشرطة لإجراء التجارب عليها بعد إصلاحها أجر التدريب الخاص بذلك وحصل على الرخصة إياها ولم يعد الآن ما يحول بينه وقيادة سيارات الشرطة بل إنه صار سائقا معتمدا خاصة حين انعقاد المؤتمرات وفي حالات أخرى اكتشف إدريس أن قيادة السيارات مهمة لا تكلف الشيء الكثير كان يرى أنها لا تتطلب سوى ارتداء بذلات أنيقة صار مع الوقت سائقا أوكلت إليه سيارة مسؤول كبير ولقد أتاحت له مهماته الجديدة أن يلج الفنادق الكبرى وأن يتذوق من أطعمتها الفاخرة في الآن نفسه ازداد انغماس إدريس في عوالم المخدرات والخمور واتسعت دائرة من يرافقه من محترفين ازدادت مصاريفه ولم تعد أجرته الشهرية تكفيه وترتب على ذلك أنه اضطر مرات عديدة إلى دفع شيكات بلا رصيد وكاد يتم اعتقاله أكثر من مرة لو لا تدخل والده الضابط المتقاعد الحسين النصراوي الذي ظل يرجو أن ينصلح حال ولده الوحيد لم يقدر إدريس ما يقوم به والده حق قدره وتنادى في حماقاته وكان طبيعيا أن يلج عالم الإجرام من بابه الواسع وكان واحد من رفقة السوء التي تلازمه قد وسوس له بخطة زعم له أنها تتيح كسب المال الوفير ولا تحتمل أي مخاطر إن هي نفذت بإحكام أو حاله بأنه من موقعه كسائق معتمد لسيارة الشرطة بإمكانه أن يأتي بسيارة منها وأن يتعاون مع شريكين لسلب مبلغ مالي هام من أحد تجار الذهب في الدار البيضاء كانت الخطة تقوم على أن يستدرج أحد الشريكين تاجر الذهب إلى الطريق السيار بعد أن يكون قد أغراه بصفقة رابحة بأن يبيعه كمية هامة من الذهب لقاء ثمن يقل بكثير عن السعر المتداول في السوق كانت الخطة تقتضي أن يتدخل إدريس حينما تكون سيارة بائع الذهب متوقفة لإتمام الصفقة وأن يظهر في مظهر الدورية التي تمر من المكان ينزل ثم يلحق به مرافقه للتحقق من سلامة أوراق السيارة ثم أن يتظاهر باكتشاف الصفقة وقتها سيكون عليه أن يجبر طرفي الصفقة المشبوهة على التفاوض معه على إخلاء سبيلهما لقاء ما يتم ضبطه من مال وذهب في السيارة الحلقة الثانية والأخيرة تعرفنا في حلقة أمس على مسار حارس الأمن إدريس النصراوي الذي من فك والده الضابط المتقاعد الحسين النصراوي يتوسط له ليؤمن له موقعا في أسلاك الشرطة يقيه من تبعات هفواته المتكررة رأيناه أمس ينغمس في عالم المخدرات والخمور وكيف أن أجرته الشهرية لم تعد تكفيه كانت مهمته سياقة سيارة الشرطة وقد وسوس له أحد الذين يلازمونه من رفقة السوء بأن يستغل احتفاظه بالسيارة لتنفيذ مخطط إجرامي كان أول من سيستهدف تاجر ذهب من الدار البيضاء أوحى إليه صاحبه باشو بأن يتقمص معا دور شرطيين في دورية عادية بينما يقوم شريكهما الطولانتي باستدراج الضحية إلى مكان قصي من المدينة حتى إذا ما شرع في تنفيذ الصفقة فاجآهما وصادر ما بحوزتهما من مال وذهب هكذا هي الخطة التي وسوس بها لإدريس أحد رفاق السوء الذين يلازمونه وهكذا تكونت عصابة من ثلاثة أفراد من إدريس النصراوي ورافقه المدعو عبد الحفيظ باشو وشخص ثالث يلقب بالطولانتي التقي به في إحدى مقاهي حي الرياض حيث تدارسوا تفاصيل الخطة كان إدريس ورافقه يحرسان على أن لا يتعرف الطولانتي على هويتهم الحقيقة أو أن يهتدي إلى مقر سكنهما وكانت مهمة الطولانتي أن يتصل بتاجر الذهب ويسخر كل ما لديه من دهاء ليقنعه بشراء الذهب وكان عليه أن لا يتخلى عن الضحية حين يستولي إدريس وعبد الحفيظ باشو على المال والذهب كان عليه أن يتظاهر بأنه هو أيضا قد مني بالخسارة كان عليه أن يحسن التخلص من الضحية لاحقا ثم يلحق بشريكيه لاقتسام ما تم سلبه من مال اتصل الطولانتي ببائع الذهب البيضاوي وعرض عليه أن يبيعه دملجا من الذهب كان دملجا قديما جيد الصنعة ومن عيار 24 قيراطا فحص بائع المجوهرات القطعة الذهبية وتيقن من جودتها قال الطولانتي إن لديه ما يقرب من كيلوغرام من الذهب من العيار نفسه سال لعاب التاجر فالثمن الذي يطلبه الطولانتي لا يدع مجالا للتردد وكما تقتضيه الخطة اتفق على اللقاء تحت قنطرة تيتمالليل المفضية إلى الطريق السيار في الوقت المعلوم حضر بائع المجوهرات البيضاوي كان معه أحد مساعديه وكان إدريس وشريكه باشو على متن سيارة شرطة يراقبان من بعيد ولما أيقنا أن التاجر ركب السيارة التي كان يسوقها الطولانتي والتي كانت متوقفة تحت قنطرة تيتمالليل تحرك بسيارتهما لم يكن مرورهما ليثير الانتباه فقد بدت سيارة الشرطة وكأنها لدورية اعتيادية تمر من هناك مرت السيارة بمحاذاة سيارة الطولانتي كانت تسير بسرعة منخفضة ثم توقفت ورجعت إلى الوران أطل إدريس ثم ركن السيارة بالمحاذاة من السيارة التي يمسك الطولانتي بمقودها ترجل طلب أوراق السيارة كان يريد أن يوهم التاجر بأن الأمر يتعلق بدورية عادية وكما تقتضيه الخطة تظاهر الطولانتي بأنه مرتبك وبأنه يريد أن يخفي شيئا ما الارتباك الذي تظاهر به الطولانتي حفز إدريس على تفتيش السيارة نزل مرافقه باشو وبعدما تم اكتشاف الكيس الذي وضع فيه الذهب ولم يكن التاجر قد فحص المحتوى بعد طلب إدريس من الرجلين أن يرافقاه إلى المفوضية في تلك اللحظة باشر الطولانتي الشقة الثاني من دوره فقد شرع في مساومة إدريس على إخلاء سبيلهما لقاء قدر من المال ولكن إدريس بدأ متصلبا متمسكا بقراره وما كان عليه أن يبدي أي لين بحسب الخطة أخرج الأصفاد وسعى إلى تكبيل الطولانتي والتاجر معا في تلك اللحظة اكتشف الحقيبة التي كان التاجر يضعها عند قدميه كانت الحقيبة التي وضع بها المال حجزها إدريس كما حجز كيس الذهب وأبدأ إصرارا أكبر على اقتياد الرجلين إلى المفوضية اقترح الطولانتي على إدريس أن يأخذ كل ما وجده بحوزتهما من مال وذهب لقاء إخلاء سبيلهما رد مدعيا أنه لا يملك أن يتخذ القرار لأن مصالح الجمارك معنية أيضا بالموضوع ما دام الأمر يتعلق بذهب مهرب ومضى موغلا في التهويل متحدثا عن العقوبات وعن الغرامات الكبرى التي تنتظر الرجلين وأمام إصرار الطولانتي وإلحاحه في التوسل أبدأ إدريس بعد اللين قال إنه سيقبل بإخلاء سبيلهما لقاء المال والذهب انطلقت السيارة وتحرك إدريس ورافيقه باشو إلى الرباط كان مطمئنين إلى أن الخطة قد نجحت وكان على موعد مع الطولانتي في مقهى بحي الرياض ولكنهما لم يعلم بأن الأمور أخذت منحا آخر فقد بدى تاجر الذهب وكأنه أفاق من صدمة بدى وقد فطن ولو متأخرا إلى أن خللا ما واكب الصفقة التي أجهدت ولذلك طلب من الطولانتي أن يرافقه إلى مفوضية الشرطة في عين سبع ولكنه رفض وتذرع بأنه معروف لدى الدوائر الأمنية بمتاجرته في الذهب المهرب وأنه تبعا لذلك سيتعرض إلى خسارة أخرى تنضاف إلى ما خسره تحت قنطرة تيتماليل حين تدخل إدارة الجمارك على الخط ولكن تاجر المجوهرات كان مسرا على التقدم لدى مفوضية الشرطة وقد ازداد إصرارا عندما لاحظ أن الطولانتي يحاول الفرار افتعل مشاجرة معه وتدخلت الشرطة وسيق إلى مكتب رئيس مصلحة الشرطة القضائية في عين سبع وذلك ما كان يبغيه تاجر المجوهرات باشر رجال من الفرقة الاقتصادية والمالية التحقيق مع الرجلين وما لبث الطولانتي أن وقع في فخ الأسئلة وجاءت الاعترافات مفصلة حول عصابة الثلاثة ولكنه لم يتمكن من تقديم أي معلومات حول شريكيها إدريس النصراوي وعبد الحفيظ باشو ولا حول سيارة الشرطة التي كان يتحركان على متنها دلت طولانتي المحققين على المقهى الذي كان على موعد فيه مع إدريس وباشو ولذلك توجهت فرقة من الدار البيضاء إلى المقهى بعدما أخبرت شرطة الرباط بذلك وطلبت منها المساعدة القانونية كان بين المحققين باحث ذو تجربة وخبرة قال إن سيارة الشرطة المبحوث عنها لن تسجل إن هي سلكت الطريق باتجاه عين حرودة ولكنها ستسجل إن هي أخذت وجهة الرباط أو وجهة المحمدية عرضت على تاجر الذهب عدة صور لرجال شرطة يسوقون سيارات الأمن الوطني ولكنه لم يهتد إلى إدريس لم تتأخر نتيجة البحث حول المسلك الذي أخذته سيارة الشرطة جاءت مؤكدة أن تلك السيارة كانت الوحيدة التي مرت من محطة الأداء إلى الرباط وقد وافق مرورها التوقيت الذي وقعت فيه عملية النصب علم الباحثون أن تلك السيارة توجد رهن إشارة أحد المدراء وأن إدريس النصراوي هو سائقها كان إدريس نظرا لتأخره في أداء بعض المهام قد حصل على إذن بالاحتفاظ بالسيارة في صباح اليوم التالي كان فريق شرطة عين السبع في الرباط ينتظر التحاق موظفي الإدارة العامة تم استجواب إدريس مباشرة بعد وصوله أنكر في البداية المنسوب إليها مضطر الفرقة إلى الحصول على إذن بتفتيش منزل والديه حيث يقيم هناك تم اكتشاف الكيس الذي يحتوي على الذهب المزعوم والحقيبة التي بها المال كان الذهب المزعوم قطعا من نحاس اعترف إدريس وتم الإمساك بباش شريكه وتقديم الثلاثة إلى النيابة العامة البقية أنتم تعلمونها نصيب المعوق الحلقة الأولى عمر عثمان البربوشي نحو مئة عام الرجل الذي بدأ حياته راعيا للغنم لدى أخواله في رحمنا تمكن عبر عمره الطويل من أن يراكم ثروة هامة لما كان في الثانية عشر من عمره انتقل فتى إلى رحمنا أبان راعي الغنم عن ذكاء وفطنة وخلال سنوات قليلة تمكن من أن يصير مالكا لنحو مئتي رأس من الغنم والماعز ولما بلغ العشرين كان يملك ما يكفي ليطلب يد بانتخاله ولما مات الخال اشترى من ورثته أرضا من عدة عشرات من الهكتارات لم تكن تصلح سوى للرعي نحن الآن في ثلاثينيات القرن العشرين المغرب تحت الحماية وكانت القوات الفرنسية تريد بناء ثكنة في منطقة رحمنا وصادف أن وقع اختيارها على تلك الأرض التي اشتراها عثمان البربوشي من أبناء خاله في الحقيقة كانت تلك ضربة الحظ التي ستجعل البربوشي يرتقي درجة جديدة في الإثراء الأرض والماشية لم يتخلى عنها ولم تتخلى عنه في مقابل نمو ثروته كان عثمان البربوشي يعاني في صمت عدم إنجابه كان يحب زوجته ابنة خاله ولذلك لم يفكر البتة في الزواج من امرأة أخرى طلبا للولد في مطلع الأربعينيات من القرن الماضي عرفت عدة مناطق من المغرب انتشار وباء قاتل عصف بحياة الآلاف لم تنج منطقة رحمنا من ذلك الوباء وكانت زوجة عثمان البربوشي في جملة ضحاياه رحلت تلك التي كان يحبها رحلت تلك التي كانت زوجة مباركة انتظر عثمان البربوشي بضعة أشهر فتزوج امرأة أنجبت له ولده البكر وسماه الحسن ثم توالت الولادات ظل الحسن يحتل لدى أبيه مكانة متميزة من بين إخوته فهو البكر الذي جاء بعد سنوات من الانتظار كان عثمان البربوشي يحرص على تعليم ولده الحسن وقد صادفت تلك الفترة نشاطا للوطنيين المغاربة كان يتركز على تشجيع الأسر المغربية على تعليم أبنائها ضمن استراتيجية تقرن التعليم والتوعية بمقاومة الاستعمار أرسل عثمان البربوشي ابنه الحسن إلى مراكش حيث التحق بمدرسة داخلية ولما أنهى دراسته الابتدائية انتقل إلى الدار البيضاء لإتمام تعليمه وكان البربوشي قد اشترى منزلا في الدار البيضاء جهزه بكل ما يوفر أسباب الراحة لولده ولكن الفتى الذي كان في بداية مرحلة المراهقة سرعان ما أصيب بالإنبهار وصار يخالط المنحرفين من أبناء الفرنسيين فعاقر الخمر وجرى وراء الملذات وما لبث أن انقطع عن الدراسة كان هذا المآل مصدر خيبة أمل لعثمان البربوشي وقع الحسن في حب فتاة من الدار البيضاء وبعد فترة تزوجها وكان وهو في الثامنة عشر من عمره قد حصل على وظيفة متواضعة في بلدية الدار البيضاء وبالرغم من أنه لم يعد يهتم بما كان ينصحه به والده إلا أن الأخير لم يتخلى عن الحسن وظل يساعده ماديا في تلك الفترة كان عثمان قد اشترى عدة هكتارات من الأراضي نحو ثلاثين هكتارا بين الدار البيضاء وفضالا وكذلك كانت تسمى المحمدية كانت أرضا تقع على الساحل وقد بنا بها عدة حظائر واتخذها مأوى لقطعانه وقت اشتداد الحر وحين يكثر الطلب على اللحوم في الدار البيضاء كان الحسن قد تأخر في الإنجاب وكانت زوجته كثيرة التردد على الأطباء تريد الإنجاب لتقطع أمامه كل طريق للزواج من امرأة أخرى استطاعت في النهاية أن تنجب طفلا وقد اختار له من الأسماء عمر ولكن الفرحة التي رافقت قدوم المولود لم تدم إذ بمرور السنوات بدأ يتبين أن الطفل يعاني من تخلف ذهني لم يرزق الحسن ولدا غير ذاك الطفل من زوجته الأولى ولكنه تزوج غيرها لاحقا كان عثمان الجد ومنذ بداية الستينيات ورغم تقدمه في السن رجلا مزواجا ونتج عن ذلك أنه خلف ما يزيد عن عشرين ولدا وبنتا ومع ذلك فإنه ظل يفضل ولده الحسن ويشفق لحال ولده عمر ولذلك فكر ثم قرر أن يهب الأرض التي تقع على الساحل بين الدار البيضاء وأفضاله لحفيده عمر بعد سنوات خليلة في العام ستة وتسعين تسعمائة وألف وبعد أن قارب عمره المئة عام توفي عثمان البربوشي من زوجته الثانية أنجب الحسن ولدا آخر سماه عثمان باسم جده كبرت طفل عثمان في كنف والده الذي تحسنت أحواله المادية بفضل ترقياته في العمل ولكن أيضا بفضل ما تدره أرض الشاطئ حيث أقام مخيما لم يكن يعلم ولا أحد من إخوته أن أباهم وهب تلك الأرض لحفيده المعوق عثمان وقد قامت بسبب ذلك منازعة بين الحسن وإخوته لأبيه أفضت إلى القطيعة تقدم العمر بالحسن ثم توفي وهو في السبعين وتولى ولده عثمان تدبير المخيم حيث بنى بيتا له وترك المنزل القديم لوالدته وزوجة أبيه أم شقيقه عمر زحف العمران على المنطقة وصارت الهكتارات الثلاثون بين الدار البيضاء والمحمدية من بين المساحات القليلة التي لم يشغلها بعد البناء بدأ سماصرة العقار يطرقون بيت عثمان يرغبون في إقناعه ببيع تلك الأرض لقاء ثمن يغري بالقبول ولكن عثمان ظل لفترة يرفض كل تلك العروض التي تتالت غير أنه انهار تحت وقع الضغوط التي يخضع لها ولما بدأ في تحضير الأوراق تمهيدا للبيع اكتشف أن تلك الأرض لم تكن كما اعتقد في اسم أبيه وأن جده عثمان وهبها لحفيده عمر لم يكن من سبيل أمام عثمان سوى اللجوء إلى قاضي الأسرة بغرض الحصول على إذن ببيع تلك القطعة الأرضية الهامة وبالرغم من أن عثمان هو الوصي على شقيقه عمر فإن القاضي رفض الموافقة صار واضحا الآن أن عثمان لن يستطيع التصرف في ذلك الملك العقاري إلا أن يرفه في حال وفاة شقيقه المعوق وأمه أي زوجة أبيه بعد أن اتضحت لديه الصورة عدل عثمان عن البيع واستمر في استغلال المخيم الذي كان يدر عليه مدخولا يمكنه من الاستجابة لمتطلبات والدته وزوجة أبيه وشقيقه عمر بعد عامين توفيت والدته لم يعد له سوى زوجة أبيه وقد تقدم بها العمر وشقيقه الذي يحتاج إلى رعاية خاصة وكان عثمان يواظب على عرضه على الأطباء وإذا كان عثمان قد قنع وقبل بالحقيقة فإن الموقع الذي تحتله تلك الأرض يغري إلى حد الهيجان المنعشين العقارين ولذلك فقد سلكوا دروبا شتى يحلمون بوضع اليد على تلك الأرض بل إن كثيرين منهم سعوا إلى أساليب أخرى غايتهم من ورائها إزاحة ما يرونها عراقيل في طريق إبرام صفقة بيع أرض الشاطئ في صباح السابع من مايو من العام أربعة وآلفين توصل عميد الشرطة القضائية بالمحمدية بخبر وفاة عمر كان الطبيب الذي استدعاه عثمان للقيام بالمعاينة قد خلص إلى أن عمر لم يتوف وفاة طبيعية ورجح أن يكون الرجل مات مسمما بعد أن تم نقل الجثة إلى المستودع البلدي للأموات لإخضاعها للتشريح قام العميد بالمعاينة في البيت الذي كان يقيم فيه عمر كان عثمان يبدو وقد تأثر كثيرا لهذه الوفاة المفاجئة لشقيقه ولكن ذلك لم يبعد عنه الشبهة كثيرون هم الذين يعرفون قصة الأرض ويعرفون أن وفاة عمر تجعل عثمان يستفيد من الأرض إلى جانب زوجة أبيه أم عمر ولذلك اعتبر ظنيما ووضع رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار نتائج التشريح لم تتأخر تلك النتائج وأكد تقرير الطبيب الشرعي أن عمر مات نتيجة وضع سم قوي في الطعام الذي قدم له في العشاء تم استدعاء الشخص الذي قدم لعمر وجبته الأخيرة كان رجلا أوكل إليه عثمان العناية بشقيقه لقاء أجر شهري لما حضر الرجل صرح بأنه ناول عمر وجبة خفيفة تتكون من الخبز والجبن كما أنه كما دأب على ذلك ناوله قرصا مهدئا وصفه له الطبيب نسي الرجل أو تناسى مكونا آخر من مكونات العشاء الأخير لعمر نسي أن يتحدث عن اليوورت الممزوج بالفواكه تأسيسا على المعلومات التي تضمنها تقرير الطبيب الشرعي انتقل عميد الشرطة من جديد إلى السكان حيث كان يقيم عمر استحب معه عثمان والرجل الذي كان يتولى العناية بعمر في صندوق القمامة عثر العميد على علبة فارغة لليوورت الممزوج بالفواكه أمر بأن يتم فحصها بعناية فلربما حملت ما يفيد التحقيق تمكن الضابط المكلف بتشخيص القضائي من رفع بصمتين واضحتين ساد الاعتقاد أنهما للهالك ولذلك تم الانتقال إلى المستودع البلدي للأموات لأخذ بصمات الهالك لم تكن البصمات له ولم تكن بصمات عثمان ولا بصمات الرجل الذي كان يتولى العناية بعمر بدى للعميد أن شخصا آخر هو الذي دس السم في طعام عمر قرر توسيع مجال التحقيق إلى كل من له صلة بعائلة الهالك ويستطيع الدخول إلى حيث كان يقيم ويقبل منه علبة اليهود تلك فرضية لم تلغي من حسابات العميد فرضية أن عثمان تورط في قتل أخيه حتى يتسن له بيع الأرض هذه الفرضية تؤكد حقيقة أن المستفيد الأكبر من رحيل عمر هو شقيقه عثمان الحلقة الأخيرة رأينا أمس كيف توفي فجأة عمر المعوق الذي وهبه جده الأرض التي توجد على الواجهة الساحلية بين الدار البيضاء والمحمدية أفادنا تقرير الطبيب الشرعي بأن الرجل مات نتيجة سم قوي دس له في وجبة العشاء تم وضع شقيقه عثمان رهن الاعتقال الاحتياطي باعتباره المستفيد الأول من موت عمر ذلك أن موته يتيح له التصرف في الأرض وبيعها في المنزل تم العثور على علبة ياورت ممزوج بالفواكه مكن فحصها من اكتشاف بصمتين عليها لم تكن البصمتان لعثمان ولا للرجل الذي ناول عمر وجبته الأخيرة والذي وضع بدوره رهن الاعتقال الاحتياطي شاع الخبر في المحمدية ولعل ذلك ما جعل أحد المفاتيشين من الاستعلامات العامة يتوصل إلى معلومات مؤداها أن أحد كبار منعشين العقريين سلط على عثمان فتاة جميلة أخذت عقله وصارت تلازمه تبدو من بنات الأثرياء بالدار البيضاء تلبس وفق الموضة وتتنقل على متن سيارة فارهة حسب المعلومات التي حصل عليها مفتش الاستعلامات العامة فإن الفتاة كانت تدع عثمان يتصرف في أموالها بطريقة تدعو إلى الشك والريبة إلى ذلك فإن الشاب كان كثيرا ما يبيت في منزلها الذين عرفوا عثمان حفيد عثمان البربوشي يؤكدون أن تغييرا كبيرا حدث في سلوكه منذ أن ارتبط بتلك الحسناء ظلت تلك المعلومات منقوصة فلا أحد يعرف هوية تلك الجميلة التي سيطرت على عثمان كان المحققون يرغبون في استجواب عثمان بشأن تلك الفتات ولكن توجيه الوكيل العام تهمة القتل إلى الظنين حال دون ذلك ولكن مصالح الأمن واصلت تحرياتها وأبحاثها وبينما كان عثمان في السجن كان يتلقى كل يوم قفة تحمل كل ما لذ وطاب علم الباحثون أن شخصا يدعي صلة قرابة بعثمان هو من يحمل القفة إلى السجن سأل المحققون أم عمر الهالك فقالت إنها لا علم لها بتلك القفة قالت إنها تضررت من اعتقال عثمان لأنه من كان يقوم بها ويرعاها لم يبقى أمام المحققين سوى إقامة مراقبة عند مدخل سجن عكاشا بالدار البيضار وبالتعاون مع إدارة السجن تم التعرف على هذا الذي يدعي قرابته مع عثمان ويحمل إليه كل يوم القفة حاول مفتش للشرطة بزي أعوان السجن أن يعرف طبيعة القرابة التي تربط بين عثمان والرجل لما سأله تهرب من الجواب عندئذ قال المفتش يتعين إحضار السجين للتعرف على من يأتيه بكل تلك الأشياء حينها أقر بأن سيدة ادعى أنها من أقاربه هي التي أوكلت إليه القيام بهذه المهمة بعد مغادرة الرجل للسجن قام ضباط ومفتشون باقتفاء أثره توجه مباشرة بعد خروجه من السجن نحو سيارة فخمة كانت مستوقفة غير بعيد كانت تسوقها امرأة شابة ما أن ركب الرجل حتى تحركت السيارة وأخذت وجهة وسط المدينة من خلال أرقام التسجيل علم المحققون أن السيارة في ملك شركة لكراء السيارات بعد عشرين دقيقة توقفت السيارة عند إحدى العمارات بشارع مسيرة الخضراء نزلت المرأة ونزل الرجل الذي كان برفقتها بدت وقد ناولته شيئا لعلها نقود ثم انصرف وتفاديا لفقدان كل أثر للمرأة أمر العميد بإلقاء القبض على الرجل واقتياده إلى المفاوضية في الآن نفسه تتبع مفتشان خطوات الشابة وعرف الشقة التي توجد بها بعد دقائق حل العميد بالعمارة وبينما كان يتقدم نحو الشقة صادف الجميلة خارجة غيرت ملابسها وزينت وكانت بصدد مغادرة العمارة أوقفها العميد وأمرها بالعودة إلى الشقة كانت شقة فاخرة تحتوي على أثاث فاخر تفقد العميد مرافق الشقة كانت المرأة تصرخ وتصب جام غضبها على العميد قالت إنه هجوم غير قانوني وإن والدها سيسعى لعقابه على ما قام به لم يكن العميد يعير أدنى انتباه إلى ما كانت المرأة الشابة تقوله وصل تفتيش الشقة وفي المطبخ في الثلاجة وجد علبة ياورت ممزوج بالفواكه كتلك التي تم العثور عليها في السكن الذي كان يقيم فيه عمر في تلك الأثناء أخرجت الحسناء من حقيبتها اليدوية هاتفها النقال وبعد أن ركبت أرقاما سمعها تتحدث إلى شخص ما ثم بلهجة الأمرة دعت العميد إلى الحديث مع والدها الوزير أخذ العميد الهاتف في الجانب الآخر من الخط كان شخص يقول إنه الوزير فلان وإنه يأمره بمغادرة الشقة فورا وإلا حافظ العميد على هدوئه وببرودة دم رد على من قال إنه الوزير فلان وتحداه أن يضع تهديداته موضع التنفيذ وأضاف أنه سيلقي القبض على الفتاة وسيقودها القضائية بالمحمدية وما عليه إلا أن يتصل برؤسائه إمعانا في التحدي أبلغ العميد الشخص الذي كان يكلمه باسمه قبل أن يغادر الشقة أخذ العميد علبة يلياورت المنزوج بالفواكه ثم قاد الشابة نحو المصعد لم تكن هناك حاجة إلى تصفيدها إذ لم تقاوم في باب العمارة وبعد أن أمر بإدخال الشابة سيارة مموهة أله عن المرأة أجاب الرجل أنه لا يعرف عنها شيئا لأنها تقيم في شقة مفروشة في ملك إحدى الشركات السياحية دل البواب العميد على اسم الشركة السياحية وعلى القائم بشؤونها التجارية لما عاد العميد إلى المفوضية سلم مصلحة التشخيص القضائي علبة يلياورت التي عثر عليهما في الشقة وأمر برفع بصمات المرأة الشابة وأيضا بصمات الرجل الذي كان يدخل القفة إلى السجن حيث يقبع عثمان كانت كبيرة مفاجأة الباحثين فقد أثمر العمل المخبري الذي قاموا به وبين تطابقا كاملا بين بصمات الشابة وبصمات الرجل الذي كان يعمل على نقل القفة إلى السجن مع البصمتين التي أخذت من علبة الياورت الفارغة التي عثر عليها في المنزل الذي كان يقيم فيه الهالك عمر ما الذي يعنيه ذلك ذلك يعني أن المرأة الشابة والرجل المعتقلين في المفوضية لهما علاقة ما بمقتل عمر ويتعين الآن الكشف عن طبيعة تلك العلاقة وعما إذا كان هناك أشخاص آخرون لهم صلة بتسميم عمر للتخلص منه باشر الباحثون استنتاق الظنينين أقر الرجل الذي اتضح أنه من سكان حي مجاور لسكن الهالك بأنه تلقى عرضا من أحد المقاولين كان يتردد على المنطقة في محاولة لشراء الأرض التي يملكها عمر كان العرض يتمثل في مراقبة سكن عثمان وعائلته ومعرفة تفاصيل تحركاتهم كان المقاول قد فشل في اقتناء الأرض اعترف الظنين أيضا بأن المقاول إياه كلفه بمهمة أخرى تتجلى في دس السم في طعام وتقديمه للرجل المعاقب وعده بعشرين ألف درهم كان عرضا سخيا سلم نصف المبلغ ووعده بالنصف الثاني بعد إتمام المهمة قال له إن المرأة الشاب وقدمها له باسم عيدة هي التي ستسلمه المبلغ أقر الظنين بأنه ظل يراقب مسكن عمر وفي الليلة المعلومة بعد أن راقب الرجل الذي كان يتولى خدمته وهو يغادر المسكن تسلل إلى البيت واستعمل مفتاحا حصل عليه من عيدة دخل غرفة عمر وناوله لياورت الممزوج بالفواكه وبالسم ثم غادر المكان أقر بأنه منذ إذن صار يلازم عيدة ينتظر النصف الثاني من المكافأة الموعودة وأن المرأة استغلت وجوده وسخرته لنقل القفة إلى السجن كان العميد وهو يهم باستنطاق المدعوة عيدة يحاول الوصول إلى الرجل الذي هدده وادعى أنه الوزير فلان الرقم المسجل في الهاتف المحمول للمرأة لم يعد يجيب ناول العميد الظنينة هاتفها وقال لها اتصل بوالدك الوزير إن كان لديك رقم آخر أدركت عيدة أن حيلها لم تنطل على العميد وأن أمرها افتضح أدركت أن كل محاولة تضليل جديدة ستأولك سابقاتها إلى الفشل عليها الآن أن تتكلم أن تعترف قالت إن اسمها رقية أيت العزيز وأن عيدة اسمها المستعار قالت إن والدها ليس وزيرا وإنما هو المقاول حم أيت العزيز الذي كان معروفا في الخميسات والذي انتحر لما كانت هي في السابع عشر من عمرها قالت إن زواجه من عشيقته أدى به إلى الكارثة التي حاقت بأسرته أيضا استولت العشيقة الزوجة على كل شيء ودفعت به إلى الانتحار وبأسرته إلى الفقر والتشرد حكت رقية كيف وقعت في شرك شبكة تبيع العذروات لسياح خليجيين حصلت منزيجة سورية على بعض المال وعلى سيارة فاخرة كانت السيارة ضمن أدوات الإغراء التي سخرتها ذات مرة في أحد فنادق شاطئ بوزنيقة استاضت شيخا لم يكن متقبلا تقدم العمر به تطورت العلاقة إلى عرض قدمه الرجل عرض عليها أن توقع بعثمان وتستحوذ على قلبه وتدفعه إلى التجاوب وبيع الأرض التي يستغلها كمخيم صيفي قالت إن الرجل منحها ميزانية تنفق منها كيف تشاء منحها مئة ألف درهم وكذلك وقع عثمان في فخ عيدة الجميلة وكذلك تم تنفيذ الشق الآخر من المؤامرة الذي يتضمن تسميم عمر والتخلص منها بقي على المحققين أن يصلوا إلى العقل المدبر لقتل عمر الرجل المعوق للاستيلاء على أرضه تم الإفراج عن عثمان بعد ملتمس في هذا الشأن وجهه وكيل الملك إلى قاضي التحقيق كان العميد رئيس الشرطة القضائية بالمحمدية يعلم أن أناسا كثيرين سوف يقصدون منزل عثمان لتقديم التهنئة كان شبه موقن بأن من دبر جريمة تسميم عمر سيأتي ضمن المهنئين لم يكن يعرف وجه الرجل وحدها أرقية أيت العزيز المعروفة بعيدة سبق لها أن التقتها اقترح العميد نصب كمين للرجل اقترح أن توضع عيدة تحت تصرفه تنقل نهارا إلى منزل عثمان تترصد المقاول الذي أغراها بالاشتراك في تنفيذ الجريمة وفي المساء تعاد إلى زنزانتها في السجن بعد أن حصل على الموافقة الضرورية بدأ التطبيق دامت المراقبة أكثر من أسبوعين وفي اليوم العشرين تلقى عثمان اتصالا هاتفيا من شخص ادعى أنه مندوب لمنعشين عقاريين شرقيين وأنه يود اللقاء به في أقرب وقت لبحث موضوع شراء الأرض اعتذر عثمان عن اللقاء بالرجل في المكان الذي يقترحه وعرض عليه استقباله في منزله كان الموعد عصرا كانت عيدة في المكان المخصص لها ترى من في قاعة الاستقبال دون أن يراها أحد ما أن دخل الرجل حتى تعرفت عليه إنه هو قالت المرأة الشابة إنه هو أبلغ العميد في الجوار كانت فرقة خاصة في الانتظار تحركت دخلت قاعة الاستقبال منع الرجل من كل حركة استدعيت رقية عيدة أكدت أنه هو العقل المدبر للجريمة ألقي عليه القبض وسيق إلى المفوضية أهلا بالسيد الوزير بهذه العبارة استقبله العميد كشف تفتيشه عن حيازته أوراق تعريف مشكوك في سلامتها ولما نقل إلى الدار البيضاء حيث يقيم عثر في منزله على بطائق هاتفية في جملتها تلك التي استعملها حين هدد العميد مدعيا أنه الوزير فلان الوثائق التي تم اكتشافها في خزانته أثبتت أن الرجل يتزعم عصابة يطال نشاطها كل الممنوعات نزيل شاطئ السخور لما بلغ العميد عيسى بن ناصير الخمسين وكان قد أمضى ظهرة شبابه في خدمة الأمن الوطني تم تعينه في العام أربع وألفين على رأس مصلحة الشرطة القضائية بيسلة كان ذلك تتويجا لمسار مهني حافل ذات مرة بينما كان في إحدى المهمات أصيب بنوبة قلبية نقل على عجل إلى المستشفى حيث حصل على الإسعافات الضرورية على مدى ثلاثة أيام ظل في شبه غيبوبة لم يستعد وعيه كاملا سوى في اليوم الرابع وقد استنتج الأطباء أن ما أصابه كان من جراء الإرهاق الذي يعاني منه والإجهاد الذي لا يطيقه من هو في مثل سنه نصحه الأطباء بضرورة التخفيف من وطيرة عمله وبأن يخصص أسبوعيا يومين كاملين للراحة ومزاولة بعض الأنشطة الرياضية كان له أن يختار بين المشي وممارسة الصيد ولما كان الصيد هواية قديمة له فقد اختارها ولم يكن قد تخلى عنها إلا تحت ضغط العمل بعد أن غادر المستشفى ومالت حالته الصحية إلى التحسن اشترى العميد عيسى أدوات الصيد ترقب ترقب حلول يوم السبت واصطحب معه ابنه الأصغر هشام إلى شاطئ سيد موسى الدكالي بسلة أخذ ما يكفيهما من طعام وماء في ذلك الصباح حيث لا صوت سوى هدير الموج وصيحات النوارس انتابه إحساس غريب هاهو يعيد صلته بالبحر وبالصنارة انهمك في الصيد لم يحس بمرور الوقت إلا حين ارتفع صوت المؤذن من الجامع الأعظم مناديا إلى صلاة الذهر وقتها فقط تفقد ولده هشام لم يره بالقرب منه صار يناديه بأعلى صوته لا من مجيب جال ببصره في كل ما يحيط به لا أثر للصبي صعد إلى أعلى صخرة تراء له على بعد نحو مئة متر عند أسفل صخرة كان معه طفل آخر كان يلعبان الآن فقط اطمأن نزل من الصخرة ومضى نحوه أراد أن يوبخ ولده لأنه ابتعد عنه دون أن يخبره رد الفتى بأن انتظاره طال دون أن يحصل ولو على سمكة واحدة لاحظ العميد أن الطفلين كان يلهوان حول حفرة بها أسماك صغيرة وقد تمكن من الإمساك بعدد منها وبينما كان العميد يحاول إجبار ابنه على البقاء بجانبه ظهر من وراء صخرة مجاورة شيخ كث اللحية رث الثياب أبلغ العميد بأن الطفل الآخر هو ابنه وأن لا خوف عليهم فالمكان آمن وبعيد عن حافة البحر تناول العميد وولده وجبة الغذاء وتقاسماها مع الطفل وقد علم أن اسمه مروان في ذلك اليوم كان العميد محظوظا لما أذنت الشمس بالمغيب عاد إلى منزله وقد ملأ سلته بمصطاده من سمك كان ولده هشام قد علم أن والده سيعود إلى الشاطئ في الغد ولذلك ضرب موعدا هناك لصديقه الجديد في الصباح استيقظ هشام باكرا أعد معدات الصيد وأضاف إليها كيسا وضع فيه بعض الملابس والأحذية لما سأله والده عن ذلك أخبره أن الطفل مروان الذي يعيش مع ذلك الشيخ في شاطئ سيد موسى الدكالي يتيم الأبوين وأن الشيخ إنما تكفل برعايته لم يأتي هشام بمعلومات أخرى وقد صر العميد عيسى لما قام به ولده ثم انطلق إلى الشاطئ لما حان وقت الغذاء دعا العميد عيسى الشيخ والطفل مروان وتقاسم معهما الطعام الذي أحضره من المنزل لاحظ أن الطفل يأكل بطريقة تشي بأنه لم يأكل منذ فترة بينما لم يأكل الشيخ إلا القليل وظل صامتا طوال الوقت كان الطفل يتمتع بحيوية ونشاط وكان يبين عن فطنة سأله العميد عن علاقته بالشيخ قال إنه لما توفي والداه تباعا اضطر إلى الانقطاع عن الدراسة كان ذلك منذ ما يقرب من سنة لأن أقرباءه من جهة أبيه أهملوه وإنه لما صار يتسكع في الشوارع التقى بالشيخ الذي آواه في المغارة التي يعيش فيها في الشاطئ الصخري بدل العميد أن وراء الأمر سرا وخشي أن يكون الطفل ضحية لممارسات ومعاملات سيئة تظاهر بالإعجاب ولذلك طلب أن يسمح له بمعاينة المغارة التي يعيش فيها الشيخ والطفل قال إنه يريد أن يعرف المكان فربما قدم لهما مساعدة يوما ما لما وصل عاين من باب المغارة البؤس الذي يعيشان فيه كان يفترشان قطع ورق مقوى كانت في المغارة أيضا بعض الأغطية البالية ولا شيء غير ذلك أثار ذلك الحال الفضول والكثير من التساؤلات في نفس العميد علم أن الشيخ تبنى الصبي منذ بضعة أشهر ويحاول قدر المستطاع أن يخفف من وقع ليتم على نفسه قال له الشيخ إنه يقوم من حين لآخر بأعمال تدر عليه بعض المال وتتيح له تأمين حياة بسيطة نصح العميد الشيخ بأن يعيد الصبي إلى المدرسة ولكن الشيخ رد أن ليس في وسعه ذلك لأنه ولا الطفل يتوفران على الحالة المدنية قال إنه لا يرى فائدة في التوفر على كناش الحالة المدنية قال له العميد إنها الوثيقة الأولى لإثبات الهوية صمت الشيخ قليلا ثم قال ما الذي أفعله بوثيقة الهوية إنني في غنى عنها إذاك سأله العميد عمن يكون قال الشيخ ذو اللحية البيضاء ينادونني بسلام بسلام لا أقل ولا أكثر هل لديك بطاقة تعريف سأل العميد لا لماذا لأنني ميت كيف تدعي أنك ميت وأنا أراك أمامي حيا ترزق صمت الشيخ قليلا ثم قال ما تراه يا سيدي ليس سوى الجسد أما الروح فقد عرجت إلى السماء بدى للعميد عيسى بن نصير أن حكاية الشيخ ربما تخفي لغزا يتعين فكه زادت مخاوفه على حياة الطفل مروان لقد نشأت بينه وابنه هشام علاقة صداقة قال للشيخ سأخذ الطفل إلى دار لرعاية الأيتام ما دمت لست من أقاربه قال الشيخ إذا أخذته مني فسوف تقضي على ما بقي لدي من أمل في الحياة إنني لا أعيش الآن إلا من أجله يمكنك أن تبقى على اتصال به في دار الرعاية لا 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 أستطيع ذلك وهذا الطفل لن يغادر هذا المكان أنا أبوه وأنا جده وأنا أهله هذا مستحيل وبالمناسبة أخبرك بأنني عميد للشرطة ولن أتأخر في اللجوء إلى استعمال القوة إن أنت حاولت الاعتراض إذا كان الأمر كما تقول فخذني إلى السجن حتى أستريح مما أعانيه لماذا تريد أن تذهب إلى السجن وأنت لم تقتر جريمة بلى حيث أختبئ قتلت اثنين بدى العميد وقد فاجأه ما باح به الشيخ متى وكيف وأين صمت الشيخ قليلا ثم قال قتلت زوجتي وعشيقها أين في دوار المنصورية بأحد أولى جلول قرب على التازي صار الشيخ ذو اللحية البيضاء موضع شك الآن أخرج العميد هاتفه المحمول واتصل بالمفوضية وطلب حضور سيارة شرطة كان الشيخ ينصت دون أي انفعال بدى وقد استراح من عبء سر لم تعد تسعه أعماقه في الطريق إلى المفوضية كان الطفل يبكي يريد أن يبقى مع الشيخ وما كاد يهدأ روع الطفل حتى فاجأ الشيخ العميد مرة أخرى سيد العميد أرجوك قبل أن تسوقني إلى السجن أن تأخذني عند الحلاق حتى أتخلص من هذه اللحية وأرجوك أن تتصدق علي بملابس نظيفة لأنني أريد أن أتخلص من هذا الشخص الذي أتقمصه وأعود إلى حالة السابقة من أجل هذا الصبي ونظر إلى هشام لما وصل الركب إلى المفوضية أمر العميد بأن تلبى طلبات الشيخ بعد ساعتين كان رجلا آخر كان يبدو أصغر سنا لما جلس أمام العميد بدأ اعترافاته قال إن اسمه عبد السلام بن منصور وإنه ينحدر من أسرة محترمة هي أسرة المقدم بوسلهام بن جلول بن منصور قال إنه ورث عن والده ضيعة من 70 هكتار كان يستغلها مع أخيه كان من كبار منتجي الشمندر وقصب السكر بل إنه صار أمينا عاما لنقابة منتجي قصب السكر كان العميد عيسى ينصت إليه دون أن يقاطعه قال إنه تعرف على زوجته في معمل السكر حيث كانت تعمل وأنجب منها طفلا توفي نتيجة تناوله دواء مخصص للكبار منذ ذلك الحين أضاف تدهورت علاقتنا ثم لاحقا اكتشفت أن لها خليلا كان شابا التحق حديثا بمعمل السكر صارت سيرة على كل الألسن وكان ذلك يذكي في نفسي رغبة في الانتقام وذات مرة أوهمتها بأنني مسافر إلى الجديدة بقيت أراقب من بعيد جاء عشيقها وأخذها تبعتهما ذهب إلى الضيعة هناك قال عبدالسلام دخل منزلا تقليديا كنت قد بنيته ولما أيقنت أنهما في الداخل أتيت ببرميل من البنزين وسكبت ما به حول المنزل المشيد من الطوب والتبن ثم أضرمت النار كان يصرخان حاولا الخروج ولكن الباب والنوافذ كانت مقفلة بإحكام بعد ذلك هربت إلى أن استقر بي المقام في شاطئ سيديموسى بموازاة مع الاستماع لأقوال عبدالسلام أو باسلام كانت التحريات تتواصل أثبتت أنه فعلا من تلك العائلة الميسورة كما أكدت التحريات أن زوجته وعشيقها نجيا من الحريق إذ أغاثهما المزارعون بينما كان هو يحسب أنه قتلهما حرر العميد عيسى المحضر وتم تقديم عبدالسلام بالمنصور إلى النيابة العامة التي لم تجد ما يتيح توجيه التهمة إلى الرجل فأخلي سبيله وقد أشار عليه العميد بأن يتقدم بطلب رسمي لكفالة هشام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر